سندي الحوار المدمجة زي ما كلنا بنتعامل مع الويندوز او مع اي برنامج في البرامج ممكن لما اجي اتكي على قيمة فايل و اتكي اوبن فيطلع لي شاشة بقدر اعمل براوز جواها واروح على الملف اللي انا عايز افتاحه واختاره وقول لي اوكي فيفتحه الشاشة دي اجيبها منين جوا الفيجول بيزيك لو انا عايز اعملها عايز استدعيها مثلا في برنامج الرسام اختار لون معين الشاشة البالت بتاع الالوان دي اجيبها منين مثلا الفونت اجيب الشاشة بتاع اختيار اسم الفونت والصائز بتاعه والاوبشنز اللي عليه اجيبها منين اجيبها من خلال سنديق الحوار المدمجة البلت ان ديالك بوكس ماشي يا شباب يبقى البلت ان ديالك بوكس هي عبارة عن سنديق اختيار لاشكال الحروف والفونتس والالوان والتحكم في الطابعة وغيرها من الحاجات طيب اجيبها منين اتعامل معها ازاي مبدئيا هي ما بتبقاش زهرة قدامك هي موجودة في الفيجوال بيزيك عند الحاجة اجيبها ازاي المفروض اروح اجيبها واضفها لسندوق المتحكمات هي اساسا مش موجودة هنا بس علشان اضفها بروح على الفيجوال بيزيك نفسه من قيمة بروجيكت من قيمة بروجيكت يا شباب اختار يطلع لي الشاشة اتصفح فيها براحتي داني انزل لحد ما لاقي حاجة اسمها Microsoft Common Dialog Control اعلم عليها تشيك بوكس اعلم عليها صح واقول له اوكي تنضاف عندك في سندوق المتحكمات الموجودة يبقى هي اساسا ما بتبقاش متضافة انا بروح اضيف ال Component دي بايدي اوكي طيب تمام بعد ما ضفتها استخدامها ازاي قالك هتضفها يبقى اكيد هيبقى ليها خصائص هيبقى ليها خاصية نيم اسمه برمجي وليكن الاسم البرمجي بتاعها هيبقى اسمه CD Text CD Test CD اختصار CD اختصار وانا بقى مسميها CD Test مثلا علشان اظهر نافذة بتاعت الالوان اظهرها ازاي باستخدام .operator واستدعي نافذة الالوان باستخدام الامر show color طيب يعني لما اكتب cd test هيعمل ايه؟ هيروح على صندوق الحوار المدمج الكمبيوتر يروح على صندوق الحوار المدمج اللي هو بيقدر يطلع الحاجات دي يطلع شاشة الالوان طيب المستخدم اختار الامر معين والتكة اوكي اجيب اللون ده اعرف ازاي ان هو استخدم اللون ده اجيب كمتة اللون ده منين؟ باستخدام .operator واستدعي خاصية color لما اقول له cd test .color بيحمل اللون اللي المستخدم اختاره في النافذة اللي انا طلعتها له باستخدام cd test .color يبقى cd test .color بيطلع نافذة الالوان؟ المستخدم بيروح يختار اللون اللي هو عايزه مثلا النون الاخضر ويتكة اوكي باستخدام الامر ده cd test .color بقدر اجيب الاختيار بتاعه اللي هو هيبقى عبارة عن الاخضر اللي هو vb green السابت الحرفي بتاعه طيب عشان افتح صندوق النفذة بتاعه 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 الكتابة بتاعه الفونت افتحها ازاي؟ برضو بنفس الطريقة cd test .show font هيختار الفونت وهيختار الفونت size بتاعه وهيختار هو هو build ولا يتارك ولا 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 عشان اعرف الاختيارات اللي اختارها ازاي؟ باستخدام بعض الخواص الخاصية اللي بيجيب لي الفونت size اسمها فونت سايز طيب باستدعيها ازاي؟ باستخدام مؤسرة نقطة cd test ده اسم البرمجي لسندوق الحوار المدمج .font size اوكي؟ اوكي مثال عايزين نتحكم في مظهر لافتة مثل لون الخلفية بتاعته اللي هو بتاع ال label one يعني عندي label one اللي هي دي عايز اتحكم في اللون الخلفية بتاعته اللي هي label one dot back color وشكل الفونت سواء الفونت name او الفونت size عن طريق صندوق الالوان واشكال الحروف صندوق الالوان واشكال الحروف ده موجود في صندوق الحوار المدمج اللي هو ده يبقى لازم اروح اضيفه من ال الكمبونت واشده وحطه على الفورم لما بشده حطه على الفورم يا شباب اثناء التشغيل هو ما بيظهرش للمستخدم انا بتعامل معابل الاوامر يبقى صندوق الحوار المدمج ده ما بيظهرش ما بيبقاش مارئ للمستخدم طيب فرضا ان انا هيبقى عندي مثلا اه زرار مكتوب عليه وزرار مكتوب عليه الزرار اللي اسمه هايزبط لون الباكجراوند ده من خلال صندوق الالوان الفونت هيزبط الفونت بتاع الرسالة اللي مكتوبة من خلال صندوق اشكال الحروف اعملها ازاي اوكي تعالي نشرح الكوب بتاعها في الزرار اللي اسمه المسؤول عن اللون بتاع الخلفية مثلا كان اسمه اسمه برمجي CMD color اللي هو ده في حدث الضغط عليه دي ال private sub بداية السابروتين بتاعته ونهاية السابروتين هيعمل ايه فرضا يا شباب ان صندوق الحوار المدمج كان اسمه CD test رقم واحد هستدعيله اخليه يظهر لي الشاشة بتاعه الالوان استدعيها ازاي CD test هي dot show color ده هيخلي شاشة الالوان تظهر للمستخدم يبدأ المستخدم يختار اللون واللون ده المفروض يرجع اجيبه منين بcd test dot color كده اعرف اللون المستخدم اختاره اروح اعمله assignment اسايفه في خاصية ال back color بتاعه label 1 وبعده الخلفية بتاعه label 1 ده كده الجزء الاولين وبعد كده عند الضغط على الزرار بتاع الفونت اللي كان اسمه CMD font ده بداية السابروتين بتاعه وده نهاية السابروتين بتاعه هيعمل ايه رقم واحد هيظهر له الشاشة بتاعة الفونت بتاعة اه الخطوط باستخدام cd test dot show font اوكي بعد ما اظهرها المستخدم هيختار اسم الفونت وهيختار ال size بتاعه يشوف italic ولا لا ويشوف bold ولا لا هيظبط هيشوف الاختيارات بتاعته انا اعرف اختياراته ازاي كده برنامج باستخدام البروبرتز بتاعتها cd test dot font size عرفت الفونت size قد ايه الحجم بتاع الفونت قد ايه cd test dot font name عرفت نوع الفونت نفسه اسمه cd test dot font bold عرفته هل هو bold ولا لا هاخد الكلام ده كله اخش على label one المفروض هغير بيها الكلام اللي مكتوب جوه label one اغيره ازاي label one جواها خاصية اسمها font وجواها خاصية اخرى اسمها size اللي هي font size label one dot font dot size كده انا بزبط size بتاع font بتاع الكلام اللي مكتوب على label one label one dot font name يبقى كده انا بعمل assignment بزبط نوع الفونت نفسه للكتابة اللي مكتوب على label one label one dot font bold بزبط هل هو bold ولا الكلام اللي مكتوب على label one اوكي في وضع التنفيذ لما نيجي نشغل مثلا وضغطنا على الزرار بتاع الفونت حيظهر لي الشاشة بتاع الفونت اللي هي دي اللي فيها الفونت والفونت style بتاعه اللي هو bold ولا italic ولا bold italic ولا ايه بالزبط والsize بتاعي فاردا انه هو اختار اسم الفونت اللي هو الاريال وقال انه هو bold والفونت size 16 هيعمل ايه؟ هيروح يزبط label one يقول له الفونت size بتاع الكلام اللي مكتوبه هنا 16 بقى 16 اهو والفونت بتاع الكلام اللي مكتوب Arial يغيره نوع الاريال وهو bold فعمله bold اوكي طيب تمام مثلا علشان اطلع الويندو بتاع open اللي هو لما اجي في الورد مثلا وقول له افتح ملف open بيطلع لي ويندو كده الويند دي بتخليني اتصفح جوه الكمبيوتر اختار منها الفايل هنا يظهر لي الباس بتاعها وقول له اوكي فيتفتح اطلع ال open window ازاي باستخدام برضو صندوق الحوار المدمج cdtest.showopen هيروح يخلي المستخدم يتصفح جوه الكمبيوتر لحد ما يوصل للفايل بتاعه ويتكى اوكي طب التكى اوكي المفروض البرنامج يعرف مكان الفايل الباس بتاعه يعرفه ازاي باستخدام cdtest.file name يعني بعد ما متصفح بعد ما اليوزر اتصفح ورحل الفايل وضغط اوكي الباس بتاعه بيبقى متخزن في مين يا شباب في خاصية الفايل لصندوق الحوار المدمج بتاعنا اللي اسمه cdtest مثلا عشان اقول له save as اظهر له اظهر له الويندو اللي من خلاله بيتصفح ويروح للمكان اللي هيسايف فيه ازاي باستخدام cdtest.show save طيب طيب عشان اه اتعامل مع الطباعة اعرض صندوق الطباعة اه الفورم بتاع البرنتر ازاي باستخدام cdtest.show printer اوكي يا شباب ده اه مفروض سيادتكم كده تبدو وتشتغلوا عليه مثال ليكم انتو تحلوه صمم برنامج بحيث البرنامج ده هيستقبل رقم من المستخدم بمجرد تحميل النموذج يعني في البرنامج اللي هو private sub form underscore load هيعمل ايه هيستقبل اه رقم من خلال صندوق الادخال الرقم ده لو كان ما بين واحد ومية هتختبره هل الفال بتاعة القيمة دي ما بين واحد ومية هطلع رسالة اوكي واسأل المستخدم في صندوق رسائل هل سيادتك عايز تخرج من البرنامج yes or no لو قال yes هيخرج no خلاص مش هيخرج طب لو no هخليه يدخل رقم تاني طيب يا شباب ده اول جزئية ده الجزئية دي هتشتغل امتى هعملها امتى لو كان الرقم اساسا من اللي داخل من صندوق الادخل الاولاني ما بين واحد ومية طب لو كان برا الرنج ده لو كان برا الرنج ده اللي هيحصل للنسيادتك هتعرض رسالة تانية للمستخدم مكتوب فيها invalid number خلي بالك انت دخلت رقم غير اللي انا مستنيه غير الرنج بتاعي بس انواع الزراير اللي هنا هتستخدمها زراير retry and cancel واتطلع له ايكونة خطأ اللي هي critical طيب ولو اتكه على retry اللي هيحصل هيخليه يدخل رقم تاني طب لو اتكه على cancel اللي هيحصل هيخليه يخرج من البرنامج حاجات هتستخدمها اسناء الشغل مثلا فال عشان تعرف القيمة الرقمية اللي دخلت و فال عشان تختبر اهل الزراير ده اللي هو ضغط ولا لا اهل القيمة اللي جات ما بين واحد ومية و اند عشان تخرج من البرنامج شكرا